بسم الله السلام عليكم و مرحبا بكم في ساميرا كويزين اليوم ان شاء الله نتقاس معكم الكيكة المقلوبة بالبرتقال و الكراميل كتشهي لا شكل ولا ما دقان اخواتي رائعة و لدة تحت البرتقال مع الازيس اللي استخدمنا كتجي و حاضرة و واضحة في الكيك و ولا ارواع اتمنى ان شاء الله الناس الجديد اللي اول مرة يشوفوا في القناة تدعمونا بالاشتراك المزيد من العطاء على بركتي لا يحتاجون ربعات البيضات كاسم مع مرش نتاع الزيت رشد الملح جوج خمارات قشور ليمونة او حمضة محكوكة على حسب دوقكم شرحات من البرتقال بهذا الشكل هذا جوج ليمونات و كاس نتاع العاصر الليمون و نسكاس نتاع عاصر البومبلوموس اللي ممكن تاوه تعوضوه عفوا بالحامض و كاس دي السكر حبيبات سنيدة و ما بين 150 حت 300 جرام من دقيقة للممتاز المنخول مسبقا سوف نأخذو المول في اللي سوف ندخلوه اللي سوف نعملوه فيه الكيكل في الفرن سوف نأخذ واحد معلقة كبيرة سكر حبيبات سنيدة و سوف نديرها مباشرة في المول ما ديش ندير اخواتي كمية كبيرة للكراميل انتم ماذا تبغيتو حلاوة كثيرة ممكن نديروا كاس و ندوبوا في كاس رونا مع واحد معلقة صغيرة للماء و تفرغوها عاد في المول انا سوف نكتفي بهذا الطريقة هادي بلا من نكترقو تلواني و في نفس الوقت واحد الكوش رقيقة تاعت الكراميل لا تعطينا تزيين اللي شفته في الفيديو ان شاء الله سوف تشوفوها في الآخر كيف ستجي ستجيها الى لا شكلا ولا مدقا تستحق تجريبه على بركتي الله اخواتي دا با غادي نوضع شرحات او للدوائر تعليمون اللي قطعناها مسبقا تعجوج ليمونا تقريبا نستيوهم لا حسب دخوكم بوتو مكبار تاخدوا الليمون كبير بوتو يجيكم تزيين بحالي هكذا انا اخذتهم حبة الليمون يكونوا صغار غادي نخلي واحد شوية يبرد مع الكراميل دابا باقي سخون غاي شبر فيه الليمون واحد دخيقة غاي غاي برد و غادي ندوز ندير واحد المسحة خفيفة صراحة ان هذه القضية حتي يعطي لان نخاف الى قلب الكيك باقي سخون يتفتت او لا لانه غايجي سبونج و رطب بزف فاحتياطي ندير واحد دهينة خفيفة دي المارغارين و الدقيق للجوانب دي المول كتعرفوا هاد الكيكة اللي كيكونوا مقلوبين فحاجتنا نقلبوهم مباشرة سخونين كيخرجوا من الفرن مباشرة كنقلبوها فاحتياطي فنادي ندير واحد 3 طقات متاع المارغارين في الجناب متاع المول كي كتشوفو اخواتي كنتمنى تكون واضحة الفكرة سوف نغسلي دي و نرجع معكم اخواتي و سوف ناخذ واحدة مع القادية لتدقيق من الكمية اللي خصصناها الكيك و سوف ندوزها كيف الجوانب و يكون عندنا المول تاعنا جاهز سوف نحطوه جانبا و ندوزو على بركة الله باش نخلطو الكيك ديالنا لتذكير اخواتي فممكن تعتمدو الكيك ديالكم متعاوضوا لياغورت او الحليب سوف نتعاوضوا بعصر ليمون بشكي يكون نتزين و احتى الطعم الكيك يكون 100% ليمون و هادي مسألة ديال دوق سوف ندوزو على بركة الله ناخدوه في الانية اللي خلطو في الكيك رشة ديال الملح اللي قدرنا واحد التوازن تاع الدوق و سوف نكسروا البيض ديالنا عندنا 4 ديال الحبات نتوع البيض متوسطين في الحجم إذا عندكم البيض كبير فممكن تكتفيوا فقط بثلاثة ديال الحبات و كذلك اذا كان عندكم البيض يعني شكين فيه انه ماشي جديد فكسروا فزلافة و كلها وحدة بوحدها و عاد تبقوا تتأكدوا منها انها ناضجة يعني طرية عفوا و توضعوها عاد في الاناء هنا غادي نضيف حكاكتع ليمونا غير الجزء الليموني اللي كان حكي ليه و إليك حكيتو حمضة فما تدخلوش على البابة قدرنا المرورة في الكيك ديالنا و غادي نضيف كاس ديال السكر حبيبات أو سانيدة مع الخفق المستمر وبالتدريج باش هكاك نعطيو فرصة للسانيدة كالدوب و ما كتجيش حرشة فسط الكيك كتدوب كتجيبو لنا ناجح وبالنسبة للأخوات اللي تفضلو يستخدمو الخلاط فما عليهم إلا يديروا السوائل كاملة في الخلاط و يخلطو النواشف و من هنا يفرغو من الكاسد العصير فشي مول بحالك في شئينة عفوا بحالك دايا عاد يبدو بالتدريج يضيفو النواشف هنضيف كاس مع مرش نتاع زيت المائدة أخواتي اولا زيت النباتية و نستمر في التحريك يعني صراحة الكيك سهل لما يحتاج منا فقط طراب يدوي فقط هنضيف نصف كاس للعنبة دي العصير البومبلوموس اللي دائما ممكن تعاوضه إما بالليمون او بالحامض و نضيف كاس مع عصير الليمون او البرتقال و دابا عندنا دقيق كيف قلت لكم أخواتي ما بين مئة وخمسين حتى تلتميات قرام على حسب حجم البيض الدقيق الممتاز الخاص بالحلويات اللي مغربة على الأقل ثلاث المرات أخواتي كنغرب له الدقيق في الكيك خاصة كيدخل في واحد كمية دي الهواء اللي كتجيب لنا الكيك دينا و الوصفة دينا ناجحة و كتجي سبونج و كتجي اسفنجي يوور طبعا و دخل فيها واحد الهواء اللي تجي خليها تجي منفوخة تكونوا فهمته و قصدي المهم اخواتي الدقيق ما نجوش و خانكونوا مستنسين نستخدموه في الكيك العادي و اليومي ما نستخدموش دفعة واحدة و نضيف دابا البيكين باودر او الخمارة الحلوة الخميرة الكيميائية جوش خمارات ما يعادي ثلاثة ديل مع القصغار عمرين مزيان المهم انا الدقيق ما نضيفوش و خانكونوا مستنسين نخدمو الكيك ما نجوش نضيروه دفعة واحدة لانه حجم البيض و نوعيات نتوقع الدقيق كيختال فوق كان دقيق اللي كي يكون كيمتصر السوائل بزاف و كان ليلة و ما نستخدم ملات كيرترية سوف يضفت الكيمياء كاملا ديال ثلاثة الكسان دلعنباد ديال دقيق و كيكون عندي هذا هو القوام اللي حاجتي به للكيك باش يجيني ان شاء الله ناجح و ما نتنخلط مزيان حتى كيتشرب داك الدقيق داك السوائل اللي كينا و هذا هو الخالط ديالنا كتشوفو ما تقيل بزاف مخفيف شعود سائل هو هذا مجرد انو كنديرو به خيوط و كي بقا واحد شوية دايرين العلامة فوق السطحن تاع الخالط مهم غادي نخدو سباتيولا باش تساعدنا ننزل الكيمياء كل هاد الكيك في المول و في هاد الاثناء اخواتي غادي نمشي و نشعلو الفران ديالنا ديال الكهرباء على 180 درجة سلسوس المدة اللي غادي نفرغ فيها ماشي مدة كبيرة المدة اللي غادي نفرغ فيها فقط هاد الخالط في المول و غادي ندخلوها مباشرة غادي نضبطها على 180 لمدة ديال 45 دقيقة لخدت مني و فاش كنكونوا كنفرغوا الكيك كنعتدر ليكم مصلحة لغطة على الكاميرا كنهزو يدينا باش هكا كنساعدو لهوا يدخل مع الكيك في المول باش يجينا طالع و يجي ناجح سوف ندخلها للفران كل واحد صراحة انت يعرف الفران دياله سواء غاز و ديال الضو ستعرفوا الدرجة الحرارة اللي خاصكم تعملو للكيكة ديالكم و كتراقبوه خاصة اذا كان عندكم الباب بتاع الزج فاحنا كنطلع لي و كنشوفو كنتبعو الطهي ديال كيكة ديالنا انتما كتشوف اخواتي نادي نديرو كتر من 45 دقيقة ولكن بالضبط خدام النية نحسبت في الاخير 45 دقيقة غالب انها دوت توقيت لتياخد الكيك من هذا الحجم هذا ماشي صغير ماشي كبير بزاف النار فقط من التحت باش كنعطوها فرصة تطلعه هنا يا اخواتي 45 دقيقة كميلات و اللام حمر بهات الشكل كتشوفو غادي ندوز الموس من الجوانب و نحرك باش نتأكد انها غاديها بطبط الزين دياله الليمون و مباشرة هو باقي سخون من الفران مباشرة اخصنا نقلبوه لانا الكراميل معروف عليها غي كيبرد شوية كيقصح او كيتحجر كتشوفو فكتجي على تشكل هذا هائلة صراحة ان والله هي كتطب في الفران و ذكر الريحة تاعة القشور ديال البرتقال و العصير كتعطيه رائعة و كتشهينه انا نتناولول كيكي ديالنا صراحة ان شكلا و ما دخن كيجيها ايلا غادي نزين التبصيل او لالاسيت بهذا الدوائر هكذا يعلي هات الشكل و كنقدموها بصحة و الراحة صراحة و وصفة تستحق تجربة اذا ما بويتوش اخواتي تستخدموا المقادر اللي استخدمت انا يمكن تديروا اي مقادر كتنجح معكم فقط تديروا المول ديروا فيه الكراميل و تديروا فيه طرنشات متاع الليمون ديالكم و كتجيكم الوصفة ناجحة بإذن الله غادي نقدموه مع تحليا او لفلان بالشوكولات كتعرفو الشوكولات كيتواتها بشكل كبير مع الحوامض بصفة عامة خاصة الليمون و نقطع معكم واحد المرسو و تشوفو كي يجي كتجي الكيكة ديالنا طالعة و كيف شا نقولو و سبونج كيك و ارتبة بزاف اسفنجية هذا و الشكل ديالها رائعة و تستحق تجربة كنتمنى ان شاء الله تجربوها و ما تنسوناش من اللايكات اذا عجبتكم الوصفة بإذن الله و كتشوفو انا كنقسها و كتتحرك بوحدها و خفيفة مهوية و قد نقرب لكم الكاميرا بشوفو كي كتجي من الداخل رائعة سارة حسن و ممكن تزينوها كي يبعون انصاف انتع الليمون كي ما بغيتو هذا و الشكل ديالها من الداخل و عن قرب كتجي من ثقبة و مهوية بحال جينواز خفيفة و الديدة كنتمنى ان شاء الله يرأينا لإعجابكم الفيديو و ما تنسوناش من اللايكات و كذلك تعملو شير بارتاج مشاركة مع الاهل و الاصديقاء في مواقع التواصل الاجتماعي كتشوفو رائعة رائعة ما شهدكم فيها البنات نقطع منها واحد الجزء انا صراحة من محبي الحوامض خاصة الليمون و بصحاور راحة ما بخالي إلا نودعكم و نقول لكم دمتم في رعاية الله و الى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة